وينضم إلينا من بغداد دكتور أمير السعدي الخبير الاستراتيجي سيد السعدي هل من رابط بين الجرائم المتكررة في محافظة صلاح الدين وبين تفكيك الشبكة الإرهابية اليوم مساء الخير عليكم وعليكم مشاهدي قناتكم الكرام طبعا من الملاحظ بأن هناك ما زالت لحد الآن مناطق ساخنة تنشط بها حركة تنظيمات داعش الإرهابية ليست في صلاح الدين وانما في ثلاث محافظات مترافضة إداريا وتتقاطع بها صلاحيات المسؤوليات لقيادات العمليات على الأقل تقدير هناك خمس قيادات عمليات في تكلم هنا عن ديالة وكركوكو وصلاح الدين في الوقت الذي تم اليوم تفكيك هذه الشبكة الإرهابية المهمة نرى في الجانب الآخر عبر منفذ الفتحة منطقة الفتحة بالتحديد إلى محافظة كركوكو هناك منفذ ممر بين المحافظتين كركوكو وصلاح الدين تم تفجير عبو نفسه على أحد الضباط مع أحد حراسه وحمايته أدى إلى استشهاده وسائقه وبالتالي نرى بأنه ما زال هناك نشاط ساخن لتلك الجماعات المتطرفة والإرهابية في هذه المحافظة لوجود عدة أسباب منها أولا تتعلق بالمناطق الشاسعة والواسعة والمختلفة للتضاريسة هي صعبة الطوبغرافية تستغلها تنظيمات داعش لتشكيل بيئات حاضنة وآمنة بعيدا عن ملاذات وتواجد القوات الأمنية عدم استطاعت الأجهزة الأمنية أن تكون لديها عملية نشر كل تلك القوات وللأسف أقول لم تعظم قدرات الجهد الاستخبارات بشكل مستدام حتى تستطيع أن تلاحق تلك الجماعات الفارة في هذه المناطق اليوم هناك مطالبة على قل تقدير من الجهاز الإداري لمحافظة صلاح الدين للقيام بعملية كبيرة وواسعة على مناطق جبال حمرين التي تنتشر بها تنظيمات داعش مع وجود عمليات سابقة على هذه المنطقة أكثر من مرة هل يمكن دكتور اعتبار عملية تفكيك خلية جديدة لداعش مؤشر لعودة النشاط الإرهابي من جديد وهل له علاقة بانسحاب القوات الأمريكية من العراق أم ربما لنفوذ إيراني جديد طبعا حتى نكون أكثر توازن في عملية تحليل وتفكيك ما يجري على الساحة العراقية وذكر بأنه لم تكن هناك فقط في هذه المرحلة على الأقل تقدير في هذه الجولة الساخنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصراحة جيوسيسي مع إيران بعودة نشاط تنظيم داعش العرابي بل كانت هي من فترات يعني من عام 2019 قبل حتى عملية قرار مجلس النواب العراقي بإخراج كل القوات الأجنبية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية كانت هناك تحذيرات أممية أولا ثم تحذيرات من دارة تخطيط الاستراتيجي في البنتاجون وكذا من السيايا بعودة نشاط أو انسحاب تنظيمات داعش الإرهابي من الأراضي السورية صوب الأراضي العراقية وحذرت بدن تلك الجماعات تحمل معها خزين قد يصل إلى 100 مليون دولار وهي تقوم بعملية تهريب أو ترحيل تلك الأفراد عن طريق التهريب المافيوي بين الحدود العراقية والسورية نشطت قوات الحرس الحدود العراقية بتلك المرحلة وستطعت أن تمسك عدة عوائل يعني يوم لم ينضي إلا أقل من 24 ساعة على مسك أحد العوائل الفارة من سوريا وهي منتمية إلى تنظيمات داعش الإرهابية من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية وبالتالي عملية حركة تنظيم داعش بين الساحة العراقية والسورية ما زالت مستمرة قد تكون هناك تحفيز نتيجة حركة الولايات المتحدة الأمريكية والضغط السياسي العراقي على خروج تلك القوات من الأراضي العراقية هو مدعاة إلى عملية وجود فراء قد يكون وعدم اتساق بالجهد الاستخبارات الذي تتولاه الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين هذا السقف على أقل تقدير بعملية التعاوض في عمليات مشتركة بين الجانب العراق والسورية لوجود إمكانيات كبيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية قد يخل عملية التوازن في جهد الاستخبارات إلى أي مدى كل هذه الأحداث دكتور؟ سواء فيما يتعلق بالميليشيات المسلحة التي تمارس عمليات ضدها سكان العراق أو ظهور خلايا داعش من جديد ونشاطها الإرهابي كما تبعنا إليه؟ ماذا يضع ذلك الحكومة في مأزق وموقف صعب؟ وما المطلوب منها؟ أولاً طبعاً الحكومة العراقية تعيش في مأزق صعب ليس الآن بحراجة منذ تسلم السيد الكاظمي لحد هذه الساعة عملية عدم استطاعتها لو على أقل تقدير انفاذ المنهاج الحكومي الذي في جدول أولياته هو ضبط السلاح خارج نطاق إدارة الدولة العراقية ما زالت تلك الجماعات المنفلتة وهذا ما أكدت عليه كثير من الأحزاب بل حتى هي أساساً بعض الفصال المسلحة قد أخرجت بيانات عدة وتبرأت عن عملية استهداف الصواريخ الكاتيوشا وغيرها التي استهدفت السفارة أو بعض المعسكرات لكن في نفس الوقت نرى بأن وجود تنظيم داعش ومدعاة لوجود هذا التحفيز لحركة الفصال المسلحة قد تكون هي عملية استغلال إرباك وإحداث فتنة وبنفس الوقت هو عملية إذا أردنا أن نضبط الأمر من الناحية الأمنية والعسكرية هو عدم اتساق قيادة العمليات داخل تلك المناطق أي وجود تفرق لقيادات متعددة وظهور قرارات أمنية أيضاً متفرقة لا تستطيع أن توجد تلتزم بمركزية واحدة حتى تلتزم بعملية مواجهة تنظيم داعش يعني البيانة التي صدر قبلها أقل من ساعة من تنظيمات الحجد الشعبي أو بالتحديد من اللواء 41 المتهم في عملية على أقل تقدير قرية الفرحاتية هناك تعرض عليه قبل يومين من قبل تنظيم داعش وأدى إلى استشاد أحد أفراده وإصابة الثلاثة آخرين وهو بالتالي كان متأهباً لمواجهة تنظيم داعش وأتت هذه العملية لتتمم فقال بأن داعش هو من انسحبه بعد المواجهة إلى قرية الفرحاتية لأن هناك حشد عشائر قد قاوم تنظيم داعش فقام بعملية أسرهم ثم عدم من تمكن منهم وأخذ الباقي أسره لكن لحد الآن لم يظهر تنظيم داعش في بياناته أو تأكيداته هذا الأمر لكن هذا البيان الرسمي على أقل تقدير حركة السيد الكاظمي وهذا سؤالك مهم جداً وموضوعة الحرج حتى مع تصريح اليوم من مجلس عزاء الفرحاتية بعد أن ذهب إلى عوائل المغدورين نرى هي عملية تطمين إيجابية لكنها لم تستطع أن تأخذ لحد الآن نقطة صليبة بالتعاضد مع تلك الفصائل المسلحة أو حتى مع تنظيم داعش الإرهابي بعملية إتمام منع التوصلة للأسف إلى مناطق وثغرات يمكن أن يحدث الخرق الذي قامت به هذه الفصائل أو تنظيم داعش حتى يتمم قيادة العمليات بشكل حقيقي يمنع به شكراً جزيلاً لك من بغداد كنت معنا دكتور أمير السعدي الخبير والاستراتيجي